فيلم أولد ترينت ومادوكس عشان يلعبوا برة وبيقابل ترينت بعدها ولد اسمه أدلب واللي اتنين بيبقوا أصحاب وبنعرف ان أدلب ابن أخو صاحب المنتجع بعدها الأسرة كلها بيلبسوا يدوم البحر وبيروحوا للشاطئ وكان بين عليهم انهم مبسوطين تاني يوم الصبح عائلة كابا كانوا قاعدين بيفطروا مع عائلات تانية وبنشوف بعدها عائلة تشارلز الجراح الشهير وبنعرف انه جيل منتجع مع والدته أجنس وزوجته كريستال وبنتهم كارا نعرف ان باتريشي عندها صرعة وبيجي لها نوبات على فترات وبجي لها نوبة بعدها وهي بتفتر بس الحصنة حظها الجراحة شارلز بيساعدها في نفس الوقت المدير بيجي لعائلة كابا وبيقول لهم ان فيه شاطئ جميل جدا على بعد خمسة كيلو منهم وانه كمان جهز عربية تيجي تاخدهم للشاطئ ده وملاها بكل حاجة هما محتاجينها على الشاطئ جاي وبريسكا كانوا مستغربين جدا من معاملة المدير ليهم وكانوا شكين ان الحوار فيه إنا بس في الآخر اللي اتنين وفقوا على الرحلة بعدها عائلة كابا رجبوا الاوتوبيس اللي هيوديهم للشاطئ بس كانوا متضايقين لان عائلة تشارلز طلع معاهم نفس الرحلة وبعد فترة بنشوف الاوتوبيس بيعدي بوابة مكتوبة لها خارج الحدود بس محدش في الاوتوبيس لاحظ اللي يفتدي اول ما بيوصلوا السواق بينزلهم من الاوتوبيس وشاولهم على مكان الشاطئ بس ما بيشلش الحاجة بتاعتهم اللي جايبينها معاهم وبيقول لهم انه هيرجع لهم تاني الساعة خمسة لعصر والعائلتين بياخدوا كل حاجتهم بعدها وبيتماشوا في وسط وادي لحد ما بيوصلوا للشاطئ وبيلاقوا ان المنظر هناك جميل جدا زي ما مدير المنتجع قال لهم بالزبط وبعدها العائلتين بيبدأوا يفرشوا حاجتهم وبيلاحظوا بعدها ان فيه راجل غريب قاعد ومتكون في جنب لوحده وبنعرف ان الراجل ده هو سيدان مغني الراب المشهور وبتتعرف عليه مادوكس فورا وبتقول ل والدها انها عايزة تروح له عشان تاخد توقيعه بس والدها بيقول لها الراجل جاي انبسط ويفرفش سبيه في حاله وبيبدأ التلات اطفال يلعبوا مع بعض على الشاطئ وبيحفروا في الرمل وبيلاقوا العاب مدفونة تحته وبيكونوا مستغربين جدا لان ما فيش ولا سمك على الشاطئ ده ولا حتى صدفايا صغيرة بعدها الطفل ترينيت بيروح يعوم في البحر الوحده وفجأة بتظهر جنبه جسعيم على وش المياه وبيترعب الطفل الصغير من اللي شافه وبينادى على اي حد يساعده وفعلا الناس رحوا عليه في ثواني عشان ينقذوه وبتطلع الجسة بعدها على الشاطئ مع الموج والجراحة شارلس بيقول ان الجسة دي غير قريب وكل اللي موجودين بيشكوا ان سيدان هو اللي قتل الجسة دي لانه هو الوحيد اللي كان موجود في الشاطئ قبل ما يجوه والتهمة بتثبت عليه اكتر لما بيلاقوا انه بينزب دم من مراخيره وبيرسموا سيناريو ان سيدان اتخانق مع القتيلة وساعتها سيدان بيحلف لهم انه ملوش اي علاقة بالجسة دي بس محدش بيصدقوا بعدها بشوية الطفل ترنت بيبتدي يشتك ان الهدوم بتاعته دقت عليه وبتتكلم اجنس والدة شارلس وبتقوله ان عندها مشاكل في التنفس ساعتها شارلس بيحس ان فيه حاجة غلط وبيحاول يتصل على اي حد عشان يساعدهم بس للأسف الشبكة كانت مقطوعة في نفس الوقت بتوصل عائلة كارمايكل للشاطئ وبنعرف انهم جم بنفس الطريقة السواق برضو نزلهم وشولهم على مكان الشاطئ بقوامر من صاحب المنتجع وساعتها بيقول جارين انه هيروح يلحق السواق قبل ما يمشي عشان يرجعهم كلهم للفندو بس ما مجرد ما دخل الوادي اللي هو جاي منه جارين بيغم عليه وبعد ثواني جارين بيفوق من الاغماء وبيلاقي نفسه على الشاطئ ودماغه مصدع جامل جدا وكلهم بيكونوا مستغربين جدا من اللي حصل وقبل ما يفكروا في المصيبة اللي هم فيها اجنس والدة شارلز بتقطع النفس وبيعمل تشارلز كل اللي يقدر عليه عشان يلحقها بس لسوق الحظ اجنس بتموت في نفس الوقت عائلة كارمايكل كانت بتتكلم مع الاطفال وبيحاولوا انهم يلهوهم عشان ما يلاحظوش موت اجنس وجارين بيسأل ترينت عن عمره وساعتها ترينت بيجاوبوا انه عنده ست سنين بس جارين ما بيصدقهوش لانه كان باين عليه انه اكبر من كده بكتير في نفس الوقت بريسكا بتوصل لمكان الحادثة وكانت مخدودة جدا من اللي شايفان وده لان اولادها كبروا في السن بسرعة جدا لدرجة انها ما كانتش عارفاهم واول ما سيدان بيشوف كل الفوضى اللي بتحصل بيطلع يجري ويحاول انه يهرب من المكان ده بس تشارلز بيجري وراه عشان يمنعهم من الهرب وده لانه كان شاكك ان سيدان يعرف حاجة عن اللي بيحصل معاهم ومش عايز يقول لهم بس بمجرد ما بيدخل الوادي اللي اتنين بيغمع عليهم وبيفوقوا بعدها على الشاطئ وحاسين بزع شديد جدا بريسكا بتشوف كل اللي بيحصل ده وبتقول انهم لازم يلاقوا طريقة تانية عشان يخرجوا بيها وبيحاول الناس بعدها انهم يخرجوا من الوادي تاني بس برضو بيغمع عليهم وبيفوقوا على الشاطئ والمجموعة ما كانتش عارفة تتصرف ازاي لقوا كمان في جوستين جنبهم على الشاطئ ده غير ان الاطفال بيكبروا في السن بسرعة لدرجة انهم مش لقين هيدهم ليهم وما حدش كان عارف ايه اللي بيحصل وكله كان بيقول استنتاجات في دماغه وعائل القابة كانوا فاكرين ان فيه فيروس وهو اللي مخلي عيالهم يكبروا بسرعة بالشكل ده في نفس الوقت بنشوف ان تشارلز اتجانن ومسك مطوى كانت معاه وخبط بيها سيدان في وشه بس الغريب ان جرح سيدان بيلم بسرعة جدا وما بيبقلوش اي اثر بعدها مادوكس بتمشي مع سيدان وبتسأله عن حقيقة المكان اللي هم فيه بس السيدان بيقول لها انه مش عارف اي حاجة زيها بالزبط ولما الاتنين بياخدوا ويدوا في الكلام سيدان بيقول لمادوكس ان عنده مرض نادر بتخلي عنده سيولة في الدم والمجموعة اكتشفت بعدها ان البنت اللي لقوها ميتة على الشاطئ كان عندها مرض التصلب وفي اللحظة دي بريسكة بتقع من طولها وبنعرف انها مريضة وعندها ورم وبنعرف ان الورم ده كان صغير جدا قبل ما يوصله للشاطئ بس حاليا كبر وبقى في حجم كرة التنس مع مرور الوقت شارلز قرر انه يعمل لها عملية استقصال بالسكينة اللي معاه بس اول ما بيفتح فتحة بطنها الجرح بيلم في ثواني زي ما حصل مع سيدان بالزبط واللي زاد الطين بلا ان شارلز بدأ يكلم نفسه وبنعرف انه قبل ما ييجي الشاطئ ظهرت عليه بدايات لعراض انفصام في الشخصية بس دلوقت الموضوع اتطور والمرض اتمكن منه لحسن الخز المجموعة بتنجح انها هتخرجوا من حالة الانفصام دي مؤقتا وبيكمل العملية وبيعمل فتحة تانية في مكان الورم وبيطلب من اللي حوالي انهم يمسكوا الجلد المقطوع عشان ما يلمش تاني وبينجح تشارلز انه يستقصل الورم وبيسيبوا الجلد بتاع بريسكا وبمجرد ما الجرح بيلم بريسكا بتفوق وبترجع سليمة من تاني وبيكتشفوا بعدها ان الجسة اللي كانت جنبهم اتحللت كلها في خلال ساعات وبتفحص بريسكا العظم لانها كانت شغالة في مدحف حفريات وبتقولهم ان الجسة بتاخد سبع سنين على الاقل عشان تتحلل بالشكل ده وساعتها المجموعة بتفهم ان الوقت على الشاطئ بيتحرك اسرع بكتير قوي من العادي وبريسكا بتحسب معدل مرور الوقت بدقة وبتقولهم ان نص ساعة على الشاطئ هنا بتساوي سنة كاملة في حياتهم العادية بعدها بنشوف الاطفال ترينت وكارا ما بقوش اطفال خالص والاتنين دخلوا خيمة وقضوا وقت سعيد مع بعض وكل الموجودين بيستغربوا لما بيشوفوهم كبروا في السن بسرعة كبيرة جدا مش كده وبس ده كارا كانت حامل في طفل وفي شهرها الاخيرة كمان في الحمل بالرغم انها كانت مع ترينت من دقايق وليلة جدا في الوقت ده شارلز بينيم كارا وبيستعد عشان يولدها وكريستل بيغمى عليها من الصدمة لما كريستل بتفوق بتلاقي ان بنتها كارا خليف الطفل بس الطفل ده مات في ثواني لان الثواني دي عدت بدون ما الطفل يتغز على اي حاجة وما قدرش يبني عضلاته بسبب سرعة مرور الوقت على الشاطئ اول ما ترينت بيشوف اللي حصل بيتجنن في تصرفاته ورغم انه كان كبير في الجسم بس عقله كان لسه عقل طفل عنده ست سنين في الناحية التانية شارلز دماغه هربت منه على الاخر وبدأ يهدد جارين ويقول له يبعد من قدامه وكمان بدأ يخرف في الكلام ويقول له زوجته كريستل تحط ميكوب لانها بقت ابيحة جدا واللي زاد وغطى انه مسك السكينة بتاعته قتل بها سيدان اللي جروحه ملحقتش تلم بسبب سيولة الدم اللي عنده في اللحظة دي جارين بيقس وبيقرر انه ينزل البحر ويعوم فيه يمكن يوصل للشاطئ التاني ويلاقي حد يساعدهم وقال ساعتها ان المخاطرة بحياته اهوا بكتير من انه يموت ببطء على الشاطئ في نفس الوقت جاي خاد السكينة ببطء من شارلز لان شارلز بقى خطر عليهم كلهم وتصرفاته كلها ما بقتش مضمونة بعدها جاي بيتكلم وبيقول كل عيلة مننا فيه بينها حاجة مشتركة وهي ان فيه واحد من كل عيلة مريض بطريقة معينة يعني على سبيل المثال بريسكا كان عندها ورم وتشارلز عنده في صنف الشخصية وسيدان كان عنده سيولة في الدم والجسة اللي لقناها اول مجينة كان عندها تصلب وبيسأل جاي زوجته بريسكا هي جابت الدعوة بتاعت المنتجعة دي منين وبترد علي بريسكا انها كذبتها في لعبة الحظ على ظهر فطورة صيدلية وده معناها ان كلام جاي صح وانها اصحاب المنتجعة كانوا عارفين من الاول تاريخهم الطبي بنشوف بعدها مدوكسا اللي بتقول في نفسها بما انها كده كده خربونا انا هنزل عوم شوية في البحر واستمتع بتكام ساعة اللي فضلين ليا بس السوق حظها بتقابل جس الجارين وهي بتعوم وبيتوقعوا كلهم ان جارين اغمى عليه وهو بيعوم وغرق زي ما حصل مع الجسة اللي لقوها اول مجم ساعتها المجموعة كلها بتفقد اي زرة امل كانت بقية ليهم لانهم كده ما عندهمش اي مكان يهربوا منه بس كارا قررت ما تستسلمش بالسهولة دي وتسلكت عشان تطلع من فوق الوادي بمجرد ما وصلت القمة اغمى عليها وهي فوق وقعت من على ارتفاع عالج جدا وماتت بعد ثواني بترش يا جالها نوبة صرع جديدة وماتت هي كمان وبكده بقى فيه خمس جسس بعدها الليل بييجي وبنشوف ان حواسط زوجين جاي وبريسكة بتضعف بجطء لدرجة انهم ما كانوش فاكرين هم ليه عايزين يسيبوا الشاطئ الجميل ده اصلا في الناحية التانية ترينة ومادوكس بيلاقوا كتاب مرمى على الشاطئ والكتاب ده كان مكتوب فيه اسماء كل الناس اللي جوم للشاطئ ده قابلهم وكمان مكتوب فيه عنوانهم وامراضهم وحد بيرقبهم تشارلز بقى مجنون على الاخر وما حدش بقى قادر يتنبق بتصرفاته وبنشوفه بيقرب من جاي عشان يقتله بس للأسر جاي نظره ضاعف جدا لدرجة انه ما كانش شايفة تشارلز وهو بيقرب منه وفعلا تشارلز هجم عليه بالسكينة على الرغم من ان بريسكة كانت قاعدة جنب جاي بس ما قدرتش تسمعه وده لانها فقدت حسة السمع تماما بس اول ما بتكتشف اللي بيحصل خدت سكينة مصدية من على الارض وهجمت تشارلز بيها وعورته في دراعه وده كان كفاية جدا عشان يقتله لان الصدى انتشر في جسمه في ثواني وبعدها ترينيت ومادوكس راحوا عشان يدوروا على اي مكان يخرجوا منه فبيدخلوا كاف غريب كان قدامهم عشان يستكشفوه وبيلاقوا ان كريستل بقت عجوزة وموجودة جواه كريستل ما كانتش عايزة اي حد يشوفوشها القبيح عشان كده هجمت ترينيت ومادوكس وحاولت تقتلهم بالطوب بس اول ما بتشيل طوبة كبيرة عدمها بيتكسر وعدمها بيلمى في لحظات بس بيلمى في الاتجاه الغلط وبتفضل تتلوى بعدها من القلم وبتموت في ثواني بعد كل اللي حصل ده عائل القابة كانوا هم الوحيدين اللي لسه عايشين فبيتجمعوا كلهم على الشاطئ للمرة الاخيرة عشان يقضوا اخر لحظات ليهم مع بعض وساعتها بيتكلم جاي وبيقولوا انه بيحب عائلته جدا وبيموت بعدها وبتستسلم بريسكا بعدها للشيخوخة وبتموت هي كمان وبكده مادوكس و ترينيت بقى هما اللي فاضلين من المجموعة كلها وبييقاسوا جدا بعد وفاة والدهم ووالدتهم تاني يوم الصبح بيصحى الاتنين وبيلاق نفسهم في اواخر الاربعينات ولما بيتأكدوا انهم كده كده هيموتوا بيقرروا انهم يقضوا وقتهم في اللعبة وبيبدأوا يعملوا اشكال من الرمل في اللحظة دي ترينيت بيفتكر ان قدلب ابن اخو صاحب الفندو اداله لغزة اول ما وصل للمنتجة عشان يحله وساعتها بيطلع ترينيت اللغز وبينجح فعلا انه يحله وبنعرف ان اللغز عبارة عن رسالة بيقول عم بيكره المرجان وبيفهموا هما الاتنين ان الشعب المرجانية هي الحل الوحيد لخرجهم من الشاطئ الملعون ده وبدون ما يضايعوا وقت الاتنين بيختصوا في المياه بسرعة وبيروحوا على الشعب المرجانية وبيدخلوا في نفق تحت المياه بعدها للراجل اللي كان بيرقبهم وبنعرف ان الراجل ده هو السواء اللي بيوصل الناس للشاطئ وبعد ما بيتأكد ان كل الناس اللي على الشاطئ ماتوا بيتصل برئيسه وبيقوله على الوضع الحالي وبعدها بياخد حاجاته ووراقه وبيمشي بننتقل بعدها المعمل غريب وبنلاقي ان المعمل جوا علماء كتير بيتواروا ادوية مختلفة وبنكتشف ان مدير المنتجع موجود في المعمل هو كمان وبيتكلم بعده بيقول لكل اللي موجودين ان الاصدار 73 انتهت وبيكمل كلامه وبيقولوا انهم قدروا ينكزوا ملايين الارواح بالادوية اللي بيتطوروها وان الفضل الكله يرجع للشاطئ ده وهنا بنفهم ان المنتجع ده مجرد غطل شركة ادوية الشركة دي كانت بتعمل تجارب غريبة على البشر عشان يطوروا منتجاتهم ويختبروها عليهم وبيستخدموا الشاطئ الملعون ده عشان يشوفوا نتاج الادوية اللي بتاخد سنين في خلال دقايق بس وبنكتشف ان المشروبات اللي الناس شربوها اول ما دخلوا المنتجع كانت مخلوطة في الاصل بالادوية التجربية بتاعتهم وبيتغير المشهد بعدها وبنشوف ان ترينت وما دوكس قدروا يهربوا من الشاطئ ورجعوا تاني للمنتجع وكان معاهم الكتاب اللي فيه اسماء المفقودين وبالصدفة بيقابلوا زابط كان جاي يقضي اجازته هو كمان في المنتجع وساعتها بيقولولوا كل اللي حصل معاهم وبيورولوا الكتاب اللي في ايدهم عشان يتأكد من كلامهم وفعلا الزابط بيعمل شوية مكالمات وبيتأكد ان اصحاب الاسماء دي مفقودين فعلا وفي اخر مشهد في الفيلم بنشوف ان الشرطة بتقتحم المختبر وبتقبض على كل اللي موجودين فيه وترينت وما دوكس بيروحوا بيتهم بالهليكوبتر وهنا نكون وصلنا لنهاية فيلمنا لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والاشتراك الجميل عشان تتابع كل الافلام الجديدة سلام يا صديقي